وبرح حضرتك إيه؟ الحمد لله إيه الحكاية؟ موضوع صعب موضوع تييل يعني نعرف أن أنت كمان من الناس المؤسسة يعني للكرة النسائية من زمان موجودة في الكرة النسائية المصرية من أول الألفية يعني احكي لي كده بتعيشي إزاي الحياة اللي أكيد مستهلة والله يعني هو بتشجيع كل الناس ولا أحد ما بينفعش يبقى ناجح غير لما كل الناس تبقى بتدعمه كل الناس وراء من أول بقى أمامتي إنها شايلة معايا الولاد جوزي إنه هو متفاهم يعني مش ده أجيله كتير ده فكرة إنه يبقى متفاهم أصلا يعني لو مرادة بتشتغل مثلا بتروح مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 2 هفهم شغلاتها وهتيجي تربى الولاد بعد كده كنتي أكيد شغلاتك متعبة أيوة جدا هو متفاهم الحمد لله يعني وغير كده ما كنتش هنجح يعني لو الواحد مش معايا ناس بتسنده مش اللي يمكن يجح طيب أنت لما بدأتي التحكيم بدأتي كرة القدم أصلا كرة القدم النسائية ما كنتش لسه تزوجتي فبدأتي ولعبنا واشتغلنا واكتهدنا ولفنا الدنيا تزوجتي أكيد فكرت في لحظة لأ خلاص أنا هبطل وهركز في بيتي والولاد أحكي لي بقى الفترة دي هو أنا أصلا كنت لعبة منتخب مصر طبعا وأنا عندي 16 سنة لغاية 26 سنة عظيم بعد جات خطبت وتجوزت وقلت خلاص بقى أنا هاعد بقى مش هينفعل عبكرة وأنا متجوز صحيح وقعدت فعلا وجبت يوسف ويوسف بقى عنده سنة بعدين أخوي قال لي وأنت كده خلاص هتعودي هتبطلي قلت لهم أنا خلاص بقى اتجوزت وخلفت قال لي لا بس أنت ينفعش تبطلي أنت لازم ترجعي تلعابي تاني اه ايه مشكلة حتى لو تحكيمي فالحياة الفكرة عجبتني يعني أول ممكن ملعبش يعني ممكن ما يبقاش قادر ألعب لكن الحكم برضو هو واقف كده يعني شخصية برضو مختلفة عن اللعيب طبعا فقدم لي فهو اللي قدم لي قدم لي الورق وهو اللي قدم لي وأنا الحمد للأول امتحان امتحانت في على مستوى المحافظات مش بس الكاهرة وطلعت تقريبا الرابعة هاي على أولاده وبنات هاي يعني أنا دخلت تحكيم كبيرة أنا دخلت 29 سنة وآخر التحكيم 25 أنا دخلت 29 ليه بقى أخذوك استثناء عشان أنا لعيبة دولية فقالوا استثناء وخدوني وكنت يعزب أنت عشان برضو عشان نفهم إنه عشان كبير محكمة عشان المحكمة دولية لازم ليقى البدنية تبقى كاملة وسليمة والخبرة بقى أن أنت عندك القانون أصلا موجود لأن من شروط التحكيم أنت تبقى لعبت مارست اللعبة وده كان زمان ما كانش كتير مارسوا اللعبة صحيح فأن أنا مارس اللعبة وأبقى حكم فده سهل عليك كتير طيب بقى عندك ولد يوسف هو كان عندي من قبل ما أدخل التحكيم بقى عندك يوسف ربنا أحفظولك وبيتي محكمة ازاي بقى؟ موضوع في الأول كان صعب جدا احكي لي السؤالات دي الاختبارات البدنية كانت صعبة طبعا وإن أنت تنظم وزن وضيت وتجري وتتمرن أم العيال وعندك بيتك وبتاع فالأكل محمر ومشمر لا بطلنا بقى محمر وشقفة ناس زيها وإحنا صغارين ماشي ممكن ما ناكلش لكن لما نتجوز ويبقى عندنا أولاد لأ ابنية لا والحقيقة كله متفاهم في البيت ضايت يعني ضايت كله ضايت معي كله بيشيل معاك يوسف وزوق حضرتك كله شايل معاك وفضلت محكمة دولية خمس سنين لغاية لما أنا قررت أن أنا لأ أنا هبقى حامل وأجيب أخي كمان يعني أنا خرجت من القايمة بقرطي محدش خرقني من القايمة أنا اللي سبت القايمة حتى استغربه إذا أنت إزاي هتبقي إزاي ده بالناس بتحلم بالقايمة تقول لأ أنا أم أنا عايزة يبقى لي ولد تاني أو بنت تاني يعني مع يوسف نبقاش لوحد جبت الولد التاني جبت سليم ونزلت جريت الورنر وهو عند ست شهور جريت تاني وهو عند ست شهور هيل وكملت تحكيم كملت أنا لسه الغاية دلوقتي محكمة هيل هو عنده دلوقتي خمس سنين طيب بتروحي بقى المباريات وممكن يسفروك يوضوك أماكن بعيدة سفرت المكان معي يوسف سفرت المغرب سفرت الجزائر كنت لسه محكمة دولة طيب في الوضع ده بقى انت بتبقي يا عمادة طبعا بتفكري في أولادك والله اللي كان إيه واللي شرب إيه ولا راح المدرسة ولا مرحش المدرسة طبعا هم بقى الناس بقى اللي بتسعيني الجنود اللي بيسعيني ما أنا كنت إيسا أقولك بقى اللقتي لسه مجنب زوجك اسمه إيه هشام الراجل عظيم هشام بقى دل طبعا أكيد بيعاني أكتر وأكتر إنه هو شهيل المسئولية هو شهيل الأولاد وأكيد عنده شغل هو كمان وانت بتسفري كل ده بقى كان بيعدي عليك إزاي بتعامني معاه إزاي هو بقى بالحب يعني الدنيا بتمشي بالحب طبعا ده غير إنه هو أصلا في أي ورنر أنا أولادي وجوزي وممتي معايا في الورنر وأنا بجري أنا ساعة مع صوتهم بيشجعوك عشان أنا أكمل واجري هاي هم كل ورنر لازم يبقوا أهلي معايا يعني كان الأول زوجي وممتي وابني بعد كده سليم جي وبقى كلهم يجوا معايا كل ورنر محدش بيسيبني لازم يجوا يشجعوه ممكن أعمل نفسي إيه أصلا يعني بدعمك وبسندك وبتاع بس أنا يا أم يا رب تخصي أنا عايزة تروحي بكتبك ويسر أبدا بيشجعني دايما لو مثلا في حاجة في البيت ضروري اللي أنا أعمل وانتي نزلت مراني هاي لو مثلا هيسليم يوسف مثلا رايح المدرسة والعاجة أنا أودي وانتي شوفي انتي بتعمل يعني لا الدنيا مشاركة طيب يوسف كبر يوسف عندك 5 سنة لوقتي 12 12 سنة لما بيشوفك بقى بتلعبي وبتروح التدريبات بيروح معاكي بيروح معاكي المباريات بيروح دايما معي بيروح دايما معي الناس بقى بتستغرب لعيبة لابتداء اه لا يعني أصلا محكمة في الملعب الموضوع صعب فمحكمة وابنها الموضوع اي ده طبعا اه دي جاي ابنها معاها اه فالهو هم يعني بيشوفوه بيحبوه يعني بيشجعوه كمان اي ده ماما برافو بتاع اي ده جاي معا ماما وكده ما بيتعصبش مثلا لو حد اعترض عليكي ولا حاجة بيعاد في المدرجات مثلا بيتعصب لا بين الشوتين بيجي يقول لي ماما انت هنا عا مش عايفة عاملت ايه ماما الولد ده لازم تديره تشوفي اه ازاي زعقلك اه ازاي زعقلك خلاص يا حبيبي ماما في البيت انا هنا حكم ممتعش يزعقلك بس ودلوقتي كمان فاهم قانون فبقى فاهم يقول لي اه صح انت الهند اي انا محسبتاش عشان دي مش هند دلوقتي وكده يعني بقى فاهم قانون ودلوقتي هو بيلعب كرة اه بيلعب ازايلك او ارجعك شوية لفكرة الكرة النسائية زمان لما انت اخذت قراري الاعتزال اكيد عشان تتجوزي مكنش لسه كرة النسائية لها رونك في مصر مكنش لها انتشار كان حتى الناس تقول يعني ههم البلاب تلعب كرة يلي الكرة دي للولاد معروفة فانت ممكن ساعتها مكنتش مهتمية اوي لكن دلوقتي حاسة ان فيه اهتمام اكبر بالكرة النسائية بكتير بكتير احنا زمان عانينا دلوقتي الموضوع بقى مختلف وليه الفرق من زمان ودلوقتي؟ زمان الهرم كان مقلوب زمان كان منتخب مفيش اندية هو احنا كنا بنجمع منتخب زمان يعني 98 كانش فيه اندية اصلا وكانش فيه دوري اول دوري اتعامل كان 98 كان فيه منتخب اصلا بيلعب تصفيات عشان يشارك فالموضوع كان مقلوب لكن دلوقتي فيه اكاديميات كتير للكرة النسائية فيه اندية كتير يعني فيه 12 دوري في القسم الاول الممتاز فيه 12 دوري قسم تاني فيه 12 دوري قسم تالت ف36 او 37 فريق في الدوري ده رقم ما كانش حد يحلم به طبعا ايه بقى الفرق الكبيرة دلوقتي؟ ايه الفرق اللي هي فعلا مهتمية بالكرة النسائية؟ ايه الفرق اللي بتنافس دلوقتي جونة دجلة ساك معادي ده خليها ساك سوار عشان انت متدخلة اكتر من انا كلنا في موضوع كرة النسائية ليه مثلا عنديها زي الاهلي والزبالك اللي عنديها الكبيرة اللي فموسيا مثلا برشلونة كان افضل فريق كرة النسائية في العالم السنة دي كان برشلونة عنده فريق قوي كرة قدم رجال عنده فريق كرة قدم نسائية ليه الاهلي والزمالك اللي هما اقوى فريقين في مصر واقوى اسمين في مصر ما عنده همش كرة النسائية ودلوقتي ابتدى يعني دلوقتي الاهلي يبقى فيها اكاديمية عظيم كل الاندية دلوقتي المفروض ان هي تعمل عشان تقدر تشارك في البطواطة الافريقية ده قرار يعني قرار الاتحاية دلوقتي صح فدلوقتي كله دلوقتي بقى يعمل اكاديميات عشان لازم يشارك الموسم اللي بعد الجاي ان شاء الله كله لازم يبقى بيشارك طيب لو انت كان عندك بنت كنت خليها تلعب كرة او طبعا طبعا طيب ليه لحد الوقتي مش كل الناس يعني الحمدلله الثقافة اتغيرت بس تلاقي مثلا القسر يقولك ايه لأ بنتي هتلعب جنباز هتلعب سكواش اه يعني ممكن كرة ايه بس دايما كرة القدم دي عندنا لسه الثقافة شوية مش بنسبة كبيرة قلت طبعا اه انه بتاعت الولاد اه يمكن عشان فيش اعلام اه متسلط على الكرة النسائية يعني لو في اعلام زي الفرق الرجال انه في كرة الدوري الممتاز دا لو بيتزاع زي وزي الرجالة اكيد طبعا هيبقى الموضوع مختلف هيبقى الكرة النسائية موجودة في كل بيت زيها زي كرة الرجال صح اه دا لو موجود امتاع الموضوع هيختلف يعني البلاد جابولك هداية ولا ما جابولك كيش هداية هداية الام هم هداية هم هداية طيب